بسم الله أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب نبدأ اليوم بإذن الله وبإرادة الخالق سبحانه وتعالى الدورة الثانية من الفصل التشريعي لمجلسكم المؤمن يأتي موعد هذه الدورة في السنة التي احتفلنا فيها بمرور خمسة وعشرين عاما على قيام ثورة يوليو وانتقالها بالشعب من الشرعية السورية إلى الشرعية الدستورية ولقد كانت دورتكم الأولى عملا ارتفع إلى مستوى الإرادة الشعبية التي اختارتكم لتكونوا تعبيرها الأمين في بيت الشعب لقد أنجزتم الكثير في أربعة وتسعين جلسة في الصباح والمساء امتدت حتى كادت أن تلتحم ببداية الدورة الجديدة وهو حدث يساند نجاح التجربة التجربة التي حدد الدستور إطارها الديمقراطي حددها في وزارة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام مجلس الشعب الذي له عليها كل حقوق الرقابة الكاملة أشهد أنني كنت أتابع ما يجري تحت هذه القبة وما تدور به ديناميكية العمل في لجان المجلس بارتياح كامل كنت أتابعها بارتياح كامل وثقة تزيد عمقا بعد يوم بأن أهدافنا الديمقراطية تجد سبيلها المعبد إلى تفاعل صحي بين الرأ والرأي والرأي الآخر وأسعدني كل السعاد وقد وضعني قدر المسؤولية في موقف الحكم وفي مقعد كبير العائلة المصرية الواحدة أن رياسة المجلس قد أتاحت الفرصة كاملة للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه بملء الحرية وأتاحت وأتاحت للمعارضة أن تؤدي دورها بغير ما قيد إلا لالتزام بالدستور وهو قاضينا جميعا في ساحة الحرية والديمقراطية لقد أقر مجلسكم أكبر موازنا في تاريخ مصر بلغ حجم استخداماتها ومواردها سبعة آلاف وخمسين مليونا من الجنيهات أي بزيادة قدرها ألف ستة وسبعين مليونا عن سابقتها ويشجعنا جميعا أن نعرف أن معدل الإنتاج قد ارتفع إلى نسبة مرضية مما يبش بأن تصحيح المسار الاقتصادي يتجه في طريقه المخطط المرسوم في مواجهة أسوأ موجة تضخمية نعاني منها كما يعاني منها عالم اليوم كله ولسوف تسعى إليكم الموازنة الجديدة في هذه الدورة بإذن الله وهي تحمل أفاقاً جديدة في زيادة اعتمادات الخدمات وتوفير فرص العمالة والتطور في معدلات الإنتاج وأيضاً في المواكبة السليمة للجهود الجبارة المستمرة التي بُذلت وتُبذل للإفلات من عنق الزجاجة وللعبور الناجح من مرحلة الاختناق إلى بدايات مرحلة التوازن الاقتصادي وصولاً إلى آمالنا في التطور والرخاء كل ذلك يجري مع التزام وطني وقومي بأن نوفر لأبطالنا لأبطالنا رجال القوات المسلحة مع التزام وطني وقومي بأن نوفر لأبطالنا رجال القوات المسلحة حماة الأرض والعرض كل ما تحتاج إليه ملحمة التحرير الخالدة من مال وعتاد فهذا هو التزام المصير إنهم صفوة الإخوة والأبناء الذين يتصدرون الطفة الأول في نضال التضحيات رجولة وجسارة وفداء هؤلاء الرجال هم صنعوا أكتوبر الخالد في نبض جيلنا وكل الأجيام أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعاء دعونا نتوقف برهة نعود فيها إلى النفس ونتأمن أين نحن اليوم من تجربتنا هنا من هذه القاع أصدرتم قانون تنظيم الأحزان إعلاناً تشريعياً لخطوةٍ جديدة على ضرب الحياة الديمقراطية السليمة وتطلعاً حراً إلى تفاعلٍ حر بين الرأي والرأي الآخر وإيماناً صادقاً بحاجة العائلة الواحدة إلى أن تحتضن كل أفكار أبنائها وأن تختار في غير ما تعصب أو تحزب أو انحياز ما تراه خيراً للمجموع وما تقتنع به محققاً لصالح الملايين وهنا ومن هذه القاعة أيضاً أصدرتم قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مناقشاتٍ واعيةٍ طويلة وعدلتم أحكام الاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة دعماً لسياسة الانفتاح ثم كانت تساع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل عاجزٍ عن موردٍ أو عمل ورفعتم الحد الأدنى للمعاشات إن ذلك يمثل إنجازاً عملياً بالفعل لا بالشعارات من أجل ازدهار الديمقراطية بشقية السياسي والاقتصادي على أرضنا ولست أستعرض في هذا المجال شريطاً لكل ما نقشتم وأنجزتم فإن تقريركم عن دورتكم الماضية حافلٌ فعلاً وحقاً بما يؤكد لنا جميعاً أن العمل الوطني يشق طريقه الدستوري بانتماءٍ حقيقي إلى كل مكونات رسالة التمثيل الشعبي تشريعاً ورقابة ومصارحةً بالرأي الحر في كل ما يواجهنا من أحداث وتحديات أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب سبق أن قلت أن التجربة الديمقراطية في أول خطوات بنائها ولكنها أيضاً في أرسخ خطوات بنائها ليس هذا القول إلا تعبيراً عن حقيقةٍ تاريخية ذلك أن نضالنا نحو إقامة البناء الديمقراطي السليم يتميز بأربع علامات تؤكد رسوخ البناء هذه العلامات هي أولاً تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع ثانيها التأكيد على القيم الدينية ثالثها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ورابعها الوحدة العربية كل ذلك يجري من خلال سلوكٍ يتميز بالجدية وبالوضوح وباليقظة وبالطموح إن ثورة خمستاشر مايو التي صححت مسار ثورة يوليو الأم ثورة خمستاشر مايو لم تكن مجرد إزالة أشخاص بعينهم من مواقع الحب فما كان أي سر أن يتم ذلك بقراء ولكن ثورة خمستاشر مايو كانت بناءً جديدًا لمواقع الحكم ذاتها كانت إعلانًا شعبيًا جادًا عن نهاية حكم الفرد في أي موقع كانت نقطة تحولٍ تاريخي تعبر عن تغييرٍ ثوريٍ جزري في أسلوب الحكم وفي علاقة الحاكم بالمحكوم وقد كانت أخيرًا تتويجًا لسيادة الشعب بسيادة القانون أسقطت ثورة خمستاشر مايو كل هياكل الحكم التي خلقتها مراكز القوة فخلقت بها حكماً بالقهر لا بالقانون وحكامًا يسخرون كل سلطات الدولة لحماية سلطانٍ تسيّدوا به فوق كل قانون وانتهى بنا ذلك الوضع الشاذ إلى صورةٍ شاذ شوهت مبدأً أساسيًا قامت من أجله ثورة يوليو وهو إقامة الحياة الديمقراطية السليمة صورةٌ شاذة لقلةٍ باغية من الأقزام تسلحوا لفرض تسلطهم بحقٍ باطل في إلغاء الوجود الإنساني وإهدار الكرامة والآدمية بقراراتٍ جائرة استعلت على كل رقابة أو حساب ولكن الشعب العم لعب تسلح بالصب ومستكان لقهرٍ أو ظلم وكانت طاقاته كلها مستعدةً لساعة الخلاص وجاءت ثورة خمستاشر معين ونسفت كل هذه العروش الزائفة في لحظات ودكَّت قلاعها من أساسها تلك القلاع التي ظنوا أنها ستمنعهم عبر الأجيال وأسقطت كل الشعارات المستوردة التي أرادوا بها تخدير الجماهير بل أرادوا أن يفرضوها ديناً زائفاً بشهوات المادية وأطناع الأحقاد السوداء وصراعات الغرائز البدائية جاءت ثورة خمستاشر مايو ميلاداً لمجتمعٍ جديد مجتمع لا يرفع الشعارات الخادعة بل يرتض الدستورة الدائم قانوناً للقوانين وشريعةً للحاكمين والمحكمين مجتمعاً يسجل قسمه العظيم باسم الملايين في وثيقة إعلان الدستور ليعلن للعالم كل التزامه التاريخي بالحرية والكرامة وسيادة القانون عندما تسجل وثيقة إعلان الدستور ما يأتي نحن جماهير شعب مصر بسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ماحد وبدون قيدٍ أو شر أن نبذل كل الجهود لنحقق الحرية لإنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثالها الأعلى ثم تقول وثيقة إعلان الدستور إن كرامة الفرد إنعكاسٌ طبيعيٌ لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فما أكثر ما قسينا من شعارات ارتفع صوتها حتى طغى على إرادة العمل وما أكثر ما تصورنا أننا أنجزنا لأننا تكلمنا وأفضنا في الكلام حتى صدقنا أنفسنا وغفلت أبصارنا عن واقعٍ جمد عن الحركة بل لعلّه كان مهددًا بأن يرتد إلى الوراء بل إن تلك الشعارات الدخيلة الصاخبة قد تحولت إلى أداة تهديدٍ وإرهاب لكل رأيٍ وفكر وأداة اتهام قادرة على تلفيق الاتهام فآثر الصمت كثيرٌ من الشرفاء والتزمت العزلة قلوبٌ عامرةٌ بحب مصر وفضّلت طاقاتٌ وقدراتٌ كبيرة أن تقف في صفوف المتفرّجين دعونا أيها الإخوة والأخوات بعد أن بدأنا بأنفسنا ونقدنا وصحّحنا دعونا نقول للآخرين هل لديهم الشجاع لينقدوا وليصحّحوا بدلاً من أن يستثمروا المناخ الديمقراطي السليم في محاولة للمغالطة وتزييف التاريخ لتضليل أجيالنا المقبلة في هذا يستوي عندي حين أتحدّث إليكم أيها الإخوة والأخوات يستوي من يدّعون وراثة ثورة ثلاثة وعشرين يوليو ومن يدّعون وراثة ثورة سنة تسعتاشر هل لديهم الشجاع لكي ينقضوا كما نقدنا أنفسنا ولكي يصحّحوا كما صحّحنا ثورة ثلاثة وعشرين يوليو بثورة خمستاشر ماير أم أن الأمر ليس إلا مزايدات ومناورات يمكن أن تكون مقبولةً في الماضي ولكنها لن تكون مقبولةً أبداً اليوم ولا غداً ولا مقبولةً من أجيالنا المقبلة أيها الإخوة والأخوات لقد أثبت بناءنا الديمقراطي أنه بناءٌ جاد قائمٌ على تحقيق الأمل بالعمل لا ترديد الأمل بالقول والشعار فقط وجاءت انتخابات مجلسكم الموقفة عنوانًا مشرفًا وقمةً مضيئة لأسلم تطبيقٍ ديمقراطي عرفته الحياة النيابية في مصر منذ أربعة وخمسين عاماً جئتم أنتم إلى هذه المقاع اختيارًا حرًا أمينًا نظيفًا باسم الملايين الحاكمة بإرادتها باسم الملايين الحرة بديمقراطيتها باسم الملايين صناع الديمقراطية وحماتها بكل مبادئ تلاتة وعشرين يوليو وخمستاشر مايو وبكل كرامة ملحمة اكتوبر الخالج ودستير العالم أيها الإخوة والأخوات في شرقه وفي غربه تمتلئ نصوصها بشعارات الحرية والديمقراطية إن مئات الحاكمين عبر التاريخ القديم والحديث تمسحوا في شعارات الحرية والديمقراطية ولكن الشعوب الواعي سواء منها المقهورة أو المتحررة تعرف كم من الجرائم ترتكب باسم الحرية والديمقراطية ولكننا نحمد الله سبحانه وتعالى أننا وصلنا إلى لقاء بالذات يقوم على الجدية والصدق والحقيقة فنحن لن نخدع إلا أنفسنا إذا تصورنا أننا نخدع غيرنا ولن نجلب احترام غيرنا لنا إذا لم نحترم نحن أنفسنا وهكذا جاءت التجربة الديمقراطية ميثاق شريعة وشرق دستور حكم وتطور التزم به الحاكم قبل المحكوم ولقد سعى على جدية التجربة الديمقراطية وضوحة فلا لف ولا دوران بكلمات براقة ولا تدبير ولا تبرير بفلسفات خادعة ولا أوصاف تظهر المعنى وتخفي النقيب ولا عبارات غامضة متعالية على فهم الجماهير فنحن لا نتحدث بلغتين ولا نتعامل مع مصير الشعب بوجهين نحن لا ندعو إلى الديمقراطية السياسية بقول ثم نعطلها بقول آخر ونحن لا نبشر بالديمقراطية الاقتصادية بقول ثم نمزقها بقول آخر ونحن لا نقيم الاشتراكية الديمقراطية على متاهات من شعارات لا تميزها ولا تحدد أوصافها بل تذهب بها هذه المتاهات إلى ازدواج مقصود في المبنى والمعز كان هذا حالنا عندما مركز الميثاع وتلاعبوا بتفسير صفة العلمية عندما وصفوا بها الاشتراكية فكانت دفعا بها إلى التواءات متعمدة في التفسير والتحليل والتقبيل إن الاشتراكية الديمقراطية في دستورنا الدائم تنطلق من القواع الأربع الأساسية التي أخذنا أنفسنا بها ونحن نناضل من أجل إقامة البناء الديمقراطي السليم كما أسلف وحي أولها تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع ثانيها التأكيد على القيم الدينية ثالثها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي رابعها الوحدة العربية والهدف الواضح هو أن يتحقق التوازن العادل والارتباط العضوي بين صالح الفرد وصالح المجتمع وبين حاجات المواطن المادية وحاجاته إلى القيم الروحية وهذا هو الطريق الواضح المتميز عن الاشتراكية الماركسية وعن الرئيس ماليه إننا لا نتجاهل أبداً الحرية الشخصية والحافز الفردي كما تفعل الاشتراكية الماركسية لأن تحرير إنسان اجتماعياً واقتصادياً لن يبتمل إلا بالديمقراطية السياسية التي تؤمن الحرية الفردية وتشجع على الحوافز والمبادرات الخلاقة وغيبة حرية الرأي وسيادة القانون تتيح للبيروقراطية المسيطرة على وسائل الإنتاج أن تشكل طبقة ديكتاتورية تتحكم بلا حدود كما أننا لا نتجاهل صورة لاستغلال القاسية والتفاوت الشاسع في دخول الأفراد الذي تنتجه الرأس مالي وهنا لي وقفة معكم أيها الإخوة والأخوات بشأن قانون الضراء هذا القانون الذي سيعرض على مجلسكم الموقر في هذه الدورة بل لعلي طلبت أن يكون أول ما يُعرض في هذه الدورة هو قانون الضرائب لما له من مغزاً أساسي في نظامنا الاشتراكي الديموقراط أود أن أكون واضحاً أمامكم أيها الإخوة والأخوات في قانون الضرائب الجديد لابد من أن نحقق العدالة الاجتماعية كما أرادها الله سبحانه وتعالى في سورة الحديث يقول الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير المال في شريعتنا مال الله من أجل ذلك أنا أدعوكم كما أراد الله سبحانه وتعالى لنا لعمران هذه الأرض أراد لنا أن نكون مستخلفين على هذا المال أريدكم أن تضعوا الحدود التي تسوي وتوزع ما بين الناس بحق الله سبحانه وتعالى وليكن هذا وليكن هذا وليكن هذا هو أساس فلسفة قانون الضرع على الغني أن يتحمل يتحمل أعباء لا يستطيع أن يتحملها الفقير وأقول لكم بصراح إنني أعي مسؤوليته وأخاف الله سبحانه وتعال وأخاف الله أكبر وإن الله أكبر الله أكبر يا أنور يا أنور أقول لكم إنني أخاف الله سبحانه وتعال وأخاف أن أذهب إليك فيحاسب لي لماذا كما نصت الشريعة لم أخذ من فضول الأغنياء لأساعد الفقراء أريدكم حينما تدرس قانون الضراء أن تضعوا هذا في أذهانكم نحن نريد أن نقيم العدالة بين أبناء شعبنا بين أبناء وطننا بحيث يتحمل القادر وبحيث ينعم غير القادر بحياة كريمة ليست إحسانا من القادر أبدا وإنما هي فرض عين وحق وواجد لا اعتراض لي أبدا على أن يعيش كل إنسان في بسطة بما أعطاه الله ولكنني كولي للأمر وأقولها لكم لكي تضعوها في تشريع كولي للأمر والله لو اقتضى الأمر كما فعل عمر بن ابن الخطاع أن أخذ نصف ما كل لدى حاكم لا أقل من أجل هذا أريدكم أن تضعوا قانون الضرائب لكي تعيدوا صياغة الحياة على أرضنا بالحق وبالعدل وبشريعة الله سبحانه وتعالى ونحن لا نحقد على أحد ولا نحسد أحد ولا نعتدي على أحد وحين أقول هذا أرجوكم أن تعلموا أنني لن ألقى إلى المصادرة أو الاعتقال أو الحراسة أو كل ما كان في الماضي أبدا إنني سألقأ بما هو أقوى من كل هذا أنني ولي الأمر وأراد الله لي سبحانه وتعالى أن أتولى هذا الأمر وعلى ذلك أرجوكم أن تضعوا هذا في حسابكم وأنتم تضعون قانون الضرائب بحيث تتوزع الأعباء بقدر ما يحوز كل فرد فمن لديه غنى يتحمل الأعباء الأكبر ومن لديه عوز يتحمل الأعباء الأقل أو لا يتحمل وفوق كل ذلك لابد أن نعي حقيقة واضحة هي أساس من أسس هذا النظام الذي اخترناه لأنفسنا وهو أن يكون توزيع الأعباء في العائلة المصرية توزيعاً عاداً يصحح أي أخطاء تحدث في توزيع الثروة بغير هذا ستكون بلادنا وقوداً للحق والحسد والكراهية وهذا ما لا نرضاه أيها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب لقد خصص دستورنا الدائم الباب الثاني لتحديد المقومات الأساسية للمجتمع المصري اجتماعياً واقتصادياً في وضوح وتوصيف هذا الوضوح والتوصيف لا يحتمل أبداً اختلاط المبادئ أو تمييع الأهداف كما أن دستورنا الدائم وضع كل الضمانات التي تحمي حق المواطن وحرية في التمتع بالحياة الديمقراطية في السليمة وقد وضعت هذه الضمانات في وضوح وتحديد لا يحتمل اختلاط المبادئ ولا تمييع الأهداف كما قل وإذا كانت المبادئ التي ذكرتها وهي نتيجة للممارسة والمعاناة وليست من الكتب أو النظريات هذه المبادئ الأربعة هي التي تشكل معالم الاشتراكيتنا الديمقراطية فإننا في تجربة الممارسة الديمقراطية والتطبيق لن نخل بهذا الوضوح ولن نجعل من إجراءات الممارسة وقواعد التطبيق مدعاة إلى أي اهتزاز فكري في تجسيد أهداف إن الدراسات العلمية التي بدأتها جامعاتنا لتأصيل الاشتراكية الديمقراطية وتطبيقها في أرضنا سوف تتعرض إلى التفاصيل والجزئيات بالتحديد الدقيق الواق على هد المبادئ العامة والأساسية التي نص عليها الدستور وأرجو أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب أن لا يبخل المتخصصون منكم بالفكر والرأي والخبرة في الإسهام في هذه الدراسات العلمية التي تضيء المعالم أمام السلطات الدستورية في بلادنا لكي يكون التشريع والتنفيذ في ظل سيادة القانون مدعما لوضوح التجربة وتميز الإخوة والأخوات إننا نستنكر الإرهاب في شتى صوره في الداخل والخارج على السوى وإذا كان استنكارنا للإرهاب على المسرح الدول نابعا من عقيدة راسقة بأن حقوق الشعوب لن تحققها أعمال فردية جبانة تعتدي على أرواح العزل والأبرياء وتهدد الآمنين في إنسانيتهم وآدميتهم إذا كان هذا هو موقفنا من الإرهاب الخارج الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وأصبح سبة في جبين إنسان العصر الحديث وعاد بالفرد المتحد إلى عصور القرصة فإن موقفنا من الإرهاب الداخلي يتجاوز يتجاوز الاستنكار إلى الإجراء الحاسم المضاد وقاية ومطاردة وحسابا عسيرا لن يفلت منه جبان أو مدع أو مأجور يتطاول على حرية الشعب أو يهددها أو يحاول أن يعود بها إلى الوراء وإنني أعلن لمجلسكم الموافر أن أي تطاول على الديمقراطية لن ينال من الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست عاجزة ولن تكون عن بتر أي يد شرية ملوثة يصور لها غرورها أنها قادرة على قهر أو بطش إن أي تهديد تتعرض له ثرية هذا الشعب وأمنه جريمة لن تغطف بل هي أبشع الجراء لأن ضحيتها ليس فردا أو مجموعة أفراد ولكن الضحية هي كل الشعب لأن تهديد الديمقراطية بالدم والإرهاب لا يهدف إلا إلى تحطيم الصرح الشامح الذي شيدته إرادة الملايين من أجل أمنها وسلامها وكرامة وجوده وديمقراطية الملايين قادرة بكل ما يسلحها به الشر والقانون قادرة على سحق أي تهديد لها بلا رحمة أو شفقة أو هوات في أوائل هذا العام لابد أنكم جميعا تذكرون أحداث 18 و 19 يناير 77 ولابد أيضا أنكم تذكرون أحداث ما وقع من جماعة دينية استخدت الدين سبيلا إلى محاولة فرض نظام معين أو فرض آراء أو أفكار معينة على هذا الشعب واعتدت في هذا السبيل على عالم جليل من علماء أريد هنا أن أكون واضحا تمام الوضوء إن أي محاولة من جانب أي جماعة أي كان هذا الذي تؤمن به أو تناديه أي أعمال إرهابي أو محاولات فرض على هذا البلد ستقابل كما قلت لكم من قبل بمنتهى القمع والشد في 18-19 يناير تخرج قلة ضئيلة تستغل الغواء ثم أو تخرج إذاعة دولة من الدول العظمى هو الاتحاد السوفيتي لتقول إن هذا أو هذه الأعمال هي انتفاضة شعبية ماذا كانت هذه الأعمال محاولة حريق العاصمة حرق المجمعات الاستهلاكية ونهب محتوياتها ونحن نشكو من التضخم ومن أزمة التموين حرق الأوتوبيسات ونحن نشكو من أزمة المواصلات حرق مرافق الدولة إذا كان هذا في عرفهم وفي عرف عملائهم هنا هو انتفاضة شعبية فلا كانت أبدا سنواجه هذا بمنتهى الحسم والعلم لا يمكن أن أسمح لأية فئة أن تفرض على هذا الشعب ما لا يرضاه أو أن تروج في هذا الشعب المؤمن والذي يكون الإيمان فيه جزءا من دمائه جزءا من تكوينه لن أسمح أن يفرض على هذا الشعب الإلحاد ولا ذلك لقد سمعتموني في الماضي أتحدث إليكم وشجب هذه الأعمال وقل أن من لا إيمان له لا أمان له أقولها الآن أضعها أمامكم لكي تسجل في مضابط مجلسكم ولن يوضع في منصب أو في أي مكان يؤثر على تكوين الرأي العام أو تكوين أفكار الشعب ملحد أبدا طالما أنا في هذا ليس معنى هذا أنني أعادي أحد أبدا أنا لا أريد أن أعادي أحد أبدا وإنما كما قلت لكم أنا حريص يوما أسأل وأنا ولي الأمر هنا ماذا فعل خريص أن أؤدي الأمانة وأن أؤدي الرسالة أبدا لن أتركها ولو اقتضى الأمر أن أنزل بنفسي إلى الشارع لأقاتل بها إننا شعب الإيمان جزء من كياننا وتكوين ولا يمكن أن نسمح أبدا لأية قوة مهما كانت هذه القوة أن تززل هذا الإيمان أو أن تتطرق بطرق ملتوية لمحاولة تضليل أجيالنا المقبلة عن هذا الإيمان كما حدث في بلاد أخرى أبدا لن أسمح بهذا أقوله لكم بمنتظ صراحة لكي يثبت في مضابط مبلسكم ولكي يكون سياسة واضحة معلنة لن يلي في هذا البلد منصب يؤثر على تكوين الرأي العام أو على الجماهير أو بأي شكل من الأشكال يؤثر على تكوين أجيال للمقبلة لن يلي هذا المنصب أي ملحد إنها محاولات طائش أو نزق أو مجنون تتصور أنها قادرة على العودة بنا إلى الوراء لنكون مصيرها إلا التعرية الكاملة لأطماعها السوداء والإجهاز الصارم عليها بسيف القانون والشعب دائما هو الأقوى وديمقراطية النور لن يعبث بضيائها خفافيش الظلام الديمقراطية هي الكلمة العليا الديمقراطية هي إرادة الخير والبناء والسلام الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب فمن ذا الذي يهيئ له أن رصاصة جبانة أو تآمر للتخريب في الظلام أو محاولة لفرض أمور لا تقبلها طبيعة وتراب هذا الشعب يمكن أن يقوى على إرادة الملايين التي حررت الأرض في أخلد ملاحم البطولة والشرف وحررت إرادة الإنسان المصري ليملك قراره ومصيره ويتسيد على أرضه بالحق والقانون لعل هذه القلة الضئيلة بل البالغة الضآلة هذه القلة المنحرفة المغرورة الموجودة في كل مجتمع لا تستحق منا كل هذا التعليق والتبيين ولكن آثرت هذا التوضيح الصريح لأننا في مرحلة بناء التقاليد الديمقراطية مع بناء الديمقراطية وما نضعه اليوم من تقاليد راسخة هو مسؤوليتنا أمام الجيل الحاضر والأجيال المقبلة وأول هذه التقاليد التي تنميها الممارسة المسؤولة هي أن سيادة القانون التي عبر عنها ميثاق إعلان الدستور الدائم بأنها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت هذه السيادة للقانون التي تؤصل الحق والشرعية تفرض مع وجودها حماية القانون من أعداء القانون بقوة القانون ولسنا بذلك ندعو إلى أن تتحول قوة القانون إلى القهر والبطش إن هذا ليس كائنا ولن يكون ولكننا ندعو إلى حماية القانون بقوة القانون من أي قهر أو بطش يتهدد هذا السلطان الشرعي الذي يستوي أمامه الحاكم والمحكوم القوي والضعيف القادر والعاجز فيحقق العدل للجميع ويسوي بالفرصة المتكافئة أمام الجميع وهو سلطان ليس فوقه من سلطان من أجل هذا نقول أن بناءنا الديمقراطي بناء يقر لن تلهيه جهود ترسيخ البناء عن وعي قادر حذر وعيون مفتوحة لكل ما يجري من حولها إنه بناء يقض متوثب لبتر أي إثم أو عدوان يقول الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب إن يقضت هذا البناء الديمقراطي الشامل هي عنصر من عناصر طموحه طموحه إلى مزيد من الديمقراطية الديمقراطية آفاق رحبة مديدة كل ما تقدمنا إليها خطوة ازداد تماسك البناء بال إن التقدم دائما إلى المزيد هو الدليل على قوة البناء فإذا كنا لن نتراجع وأكررها إذا كنا لن نتراجع عن الديمقراطية فإننا لن نقف أيضا في مواقعنا جامدين فالحياة هي النمو المستمر وعقل الإنسان وفكره ومواهبه وحوافزه ينعشها ويفجر طاقات خلقها وابتكارها نحو حياة أفضل الأجواء الصحية التي تعطيها الديمقراطية ومظلة الأمن والأمان التي تقيمها الشرعي وكلما تطورت حياتنا إلى مزيد من التقدم لاجتماع والاستقرار الاقتصادي كلما تطور البناء الديمقراط نحو المزيد الذي يتلاءم مع حاجات التقدم ولوازم لاستقرار للتطور مشكلات المتجددة مع تجدد إرادة التطور ولا حل لهذه المشكلة ولا دليل إلى طريق الحلول الصحيحة إلا الفكر المتحرر من كل القيود وإلا قيد الالتزام بالدستور ومصالح الجماهير ولن يتحرر فكر إلا بمواجهة الرأي بالرأي الآخر وعندما تضاء كل المشاعل نستبين كل أبعاد الطريق وهذا هو المزيد من الديمقراطية الذي يحققه طموح التجربة لقد انتقلنا من تنظيم الرأي الواحد إلى ساحة الآراء المختلفة ثم تبلورت هذه الساحات إلى فكرة المنابر أو التنظيمات ثم تقدمنا إلى إنشاء الأحزاب التي تعبر عن الاتجاهات الأساسية الثلاث في كل مجتمع ووضع مجلسكم قانون الأحزاب بضوابط تحمي التجربة الوليدة من صراعات الفوضى وانشقاقات الانقسام وتصدع العائلة الواحدة وبعض هذه الضوابط موقوط بهذه الفترة التشريعية ولكن فلسفة كل ذلك هي الخطوة المتأنية الوافقة وإذا كنا لسنا من هوات الشعارات فلسنا أيضا من هوات استعراض القفزات لانفعالية أو الطائشة كذلك الحكم المحلي يتقدم بخطة ثابتة مما يوضح سلطان الديمقراطية لتشمل كل رقعة من بلاده ولم تعد هناك من سلطة تنفيذ على أي مستوى من مستويات المسئولية بغير رقابة شعبي من أجل طموحنا المتيقظ إلى مزيد من الديمقراطية فإن الممارسة السليمة هي صمام الأمن الحقيقي لحماية هذا الطموح من وقفة اهتزاز أو نكسة ردة أو معاناة غموض أو مغالاة بلبلة وتشكيك وعندما نحمي طموحنا من العثرات فإننا ندفع بهذا الطموح إلى خطوات مضعفة هذه أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب هي مسؤوليتكم أمام التاريخ وقد اختاركم قدر الديمقراطية لكي تكونوا كتيبتها الأولى في نضال التطور والتقدم أنتم يا من أعطتكم الجماهية فقتها وأنابتكم في إقرار إرادتها أنتم تحملون العبء الأكبر في سنوات الميلاد العظيم هذه الجماهير تطالبنا جميعا بالممارسة المسؤولة الكاملة لقد كفل الدستور لهذه الممارسة كل الضمان وقدم لها كل الفرص لأداء الواجب التشريعي والواجب الرقابي بل إن الدستور قد خود ممثل الشعب في اختيار أكبر مواقع المسؤولية عندما نص على أن مجلس الشعب هو الذي يرشح رئيس الجمهوري لكم حق اختراح القوانين وأنتم الذين تقررون السياسة العامة للدول وأنتم الذين تقررون الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقررون الموازنة العامة وموافقة مجلس الشعب فرض واجب عند نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة الوزارة مسؤولة أمامك ومن حق المجلس أن يقرر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ومن حقه أيضاً أن يسحب الثقة من نواب رئيس الوزراء أو الوزراء أو نواب وأسليب الرقاب التي نص عليها الدستور متشعبة متسعة بحيث تحيط بكل صغيرة وكبيرة يريد الشعب أن يمارس سلطانه عليه حق السؤال طلبات الإحاة الاستجوال طرح موضوع عام للمنقش إبداء الرغبات لجان تقص الحقائق التي خول لها الدستور فحص أي نشاط في مؤسسة عامة أو جهاز تنفيذي أو إداء وأن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله وأن تحصل على ما تطلبه من وثائق أو مستندات هذه الأفاق الرحبة لسلطان مجلس الشعب مع ضمانات الحصانة البرلمانية ومع حرمان أي سلطة أخرى من حق حل المجلس حتى رئيس الدولة نفسه إلا إلا إذا قرر الحل استفتاء شعبي هذه الأفاق الرحبة تفتح كل الأبوات أمام الممارسة الدستورية التي تصل إلى كل مسؤول وإلى كل قراء وقد لاحظ وأن أتابع تقريرا عن أعمال الدورة السابقة أن عدد الأسئلة قد تضاعف كما أن طلبات الإحاق والاستجوابات قد تسابقت وتلاحقت كل ذلك كفيل بأن نطمئن إلى سلامة التجربة الديمقراطية ولا أرجو أن تسمحوا لي بالقوم أننا نريد تدعيم سلامة التجربة بتدعيم سلامة سلطة الرقاب وإذا أراد أن أعبر عن نبض الجماهير في هذا الشعب من واقع مسؤوليات الدستوري فإنني أسمح لنفسي أن أقول أن جماهير شعبنا تطالبنا بالرقابة الشعبي وهي قد أعطت أصواتها لمن تثقوا بجدارتهم في هذه الممارسة ولكن جماهير شعبنا أيضا حريصة في الوقت نفسه كل الحرص على أن تكون هذه الرقابة مجدية وفعالة ومحققة للأهداف التي شرعت من أجلها وهي حماية العمل العام والمال العام والمنصب العام من أن يتسلل إليه قصور أو استياد على حق الجماهير أو عبث بمال الشعف أو فساد في مباشرة العمل التنفيذ هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالتزام الجدية الكاملة والدقة الواجبة والإعداد المدروس والبحث المتأني إن الحصارة البرلمانية لعضو المجلس هي الكفة المقابلة لكي لا يؤخذ عضو بنزلاق كلمات عابرة أو بجنوح في التعبير أو خروج عن مقتضى الموقف إنها تدعم العضو بالثقة والاطمئنان وهو يؤدي مسئولية الرقابة ولا ما يدعم ثقة الجماهية بأن مجلس الشعب يؤدي دوره الكامل وما يجلب الاطمئنان للجماهية إلى أن ممثليه ينبون عنها فعلا في سلطانها الرقابي هو أن تمارس كل واجبات الرقابة الدستورية في موقعها الصحيح وبالقدر المتيق من صحة وقائع المساءلة التي قد تصل إلى الاتهام وإلى الاقتراع بعدم الثقة هنا تبرز الرقابة المسؤولة وهنا تتحقق الممارسة السليم وهنا تتدعم ثقة الجماهير في التجربة الديمقراطية وهنا تنم التقاليد الرأس إن التجربة الديمقراطية لن تنضي في طريقها النامي إلا إذا تحققت الرقابة الشعبية الفعال ولسنا نريد أبدا لنصوص الدستور أن تكون حبرا على ورد أو مجرد شعارا وتجربتنا كما قلت جادة وواضحة ويقظة وطموح ولدت فإنني أناشد كل الآراء والاتجاهات أناشد الغالبية قبل المعارضة أناشدكم جميعا أن نحرص حرصا كاملا على إبعاد التجربة الديمقراطية من كل ما يسقط جديتها أو يشوه وضوحها أو يعوق طموحها أو وكما قل وأكرر ما أقول أنه لا يوجد مسؤول فوق المساءلة ولا يوجد مواط فوق القانون ولكننا يجب أن نؤمن المسؤولية وسيادة القانون من الانفعال المتسرع أو المعارضة لمجرد المعارضة أو التأييد لمجرد التأييد أو التشهير المسخر للمناورات الحزبية كان هذا أسلوب تليت به الديمقراطية الزائفة قبل ثورة 23 يول غمست حتى آذانها في مناورات الممارسة المتحزبة حتى تحول الحكم إلى لعبة التساب على مقعد الحكم مهما كانت الوسيلة ومهما كان الثمن ولقد دفع الشعب ثمن ذلك كله غاليا من مصالحه ومن تطوره أيها الإخوة والأخوات إن ديمقراطية الشهوات الحرية منذ عام 24 حتى عام 52 سمحت بتأجيل نعيقاد أول برلمان بعد خمسة أشهر من انتخاب ثم صدر المرسوم بحل مجلس النواب ديمقراطية الشهوات الحزبية سمحت بحل مجلس النواب في 23 مارس سنة 25 في يوم اجتماعه الأول ديمقراطية الشهوات الحزبية سمحت بإلغاء دستور سنة 23 في 22 أكتوبر سنة 30 ثم صدر الأمر الملكي بإلغاء دستور سنة 30 بعد ذلك بأربع سنوات كانت دستور دستور سنة 23 كما نص في دباجته من حف من الملك استردها الملك في سنة 30 وألغى دستور 23 وقام دستور سنة 30 ثم عاد الملك وأعاد دستور سنة 23 ليس هذا هو أسلوب ممارستنا الديمقراطي لم يمنحنا ملك دستورنا الدائم وإنما أردناه بملء حريتنا ووضعنا فيه كل الضواب والقواء التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بملء إرادة وليس منحة من أحد ولا يستطيع أن يسحبه أحد هكذا كانت حياتنا البرلمانية وعلى مدى 29 عاما تنتقل من تأجيل إلى إلغاء في ملهاة حزبية أفسدت الحياة السياسية ولسنا ننكر أن هذه القب عرفت مناضلين شرفاء من أجل الديمقراطي ولسنا ننكر أنه رغم تلك الملهاة الحزبية فقد برز رجال حافظوا على الدستور وأعطوا كل جهدهم للعمل الديمقراطي المسؤول ولكن النظام العام الذي حكم البناء الديمقراطي كان لا يسمح إلا بمثل هذه الانتفاضات الفردية التي ضاعت صيحاتها في واد سحيق غلبت عليه الملهاة وانتهى بالشعب كله إلى المحساة إن إقظاتنا وطموحنا إلى المزيد من الديمقراطية تطالبنا أن نكون في مثل جدية التجربة وفي مثل وضوحها والحكم الوطن أيها الإخوة والأخوات وسط هذه التحديات الخارجية والاقتصادية والاجتماعية أقول الحكم الوطني عبء ثقيل وهو تكليف بما فوق الطاف وهو في هذا الوضع لا يحتاج إلى تأييد يفرضه تحزب للأغلبية ولا يحتاج أيضا إلى تعويق تفرضه المعارضة من أجل المعارضة إن الحكم الوطن وهو الجناح التنفيذي للبناء الديمقراط يحتاج إلى تأييد يسهم بالرأي والفكر والدراسة كما يحتاج إلى معارضة تسهم بالتقويم السليم والكشف الصادق عن أي قصور أو عجال هذا هو الطريق الصعب في الممارسة الديمقراطية بوجهها الجديد ممارستنا نحن هذا هو الطريق الصعب البعيد عن الشهوات والمناورات وهذا هو وجه العائلة المصرية التي تحتضن الرأي والرأي الآخر لجميع أبناء إنني أناشدكم جميعا أن تكون سندا قويا لبناء الديمقراطية الاشتراكية أناشد كل الآراء وكل الاتجاهات الوطني أن تمد يدها بالمشاركة الفعالة لدعم البناء وإرساء تقالي وأقول لكم أنه إذا كانت وسيلتنا هي الديمقراطية الحزبية فإن غايتنا جميعا يجب أن تكون هي مصر الديمقراطية الاشتراكي وأرجو بكل الأمر أن يسبق الصالح الوطني صالح مصر وشعب مصر يسبق كل فكر يتجه إلى وسط أو يسار أو يمين وإذا تعددت بدايات الطريق فإن خطونا جميعا في نهاية الأمر بالرأي والرأي الآخر هو إلى طريق واحد هو طريق مصر وإلى هدف واحد هو عزة شعبنا ورخاؤه هذا نداء لكم اليوم وهو تأكيد لرسالة إليكم في 14 ماي من هذا العام عندما قل إننا نمارس الديمقراطية مع الالتزام بمبدأ أساسي هو أن تكون المصلحة القومية العليا لمصر دون تعصب فوق الأحزاب جميعا يوالإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب بقيت لي كلمة أريد أن أوجهها إلى من يريدون النيلة من التجربة الديمقراطية بعبارات التشويه أو شعارات التجريح وكلها نابعة من حقد مرير أو فهم أبله غريع يقولون أن الأحزاب بوضعها الحاضر نشأت من أعلى باسم السلطة كان الأقدر لتأخذ صفة الأحزاب أن تنشئها قواعد الجماهية هؤلاء هؤلاء الذين يقولون بذلك يتجاهلون عن شهوة أو غرض أن أحزابنا نشأت لأول مرة في حياتنا البرلمانية بانتخاب حر نزيه مباشر اشتركت فيه كل قواعد الجماهير بالملايين لقد أعطى الناخبون أصواتهم لمرشح التنظيمات السياسية الثلاثة بمبادئها وبرامجها المعلنة ولم يكن إطلاق صفة الحزب على كل تنظيم إلا إقرارا بحقيقة وتسجيلا لواقع فرض نفسه منذ بدأت إجراءات الانتخابات ويقولون أيضا أن الأحزاب بوضعها الحاضر هي نسخة مكررة من الاتحاد الاشتراكي يقولون بهذا بعد أن لفظنا تماما بناء التنظيم الواحد والرأي الواحد وبعد أن انطلقت الأراء والأفكار إلى قنواتها الطبيعية المتعددة بمحض الإرادة والاختيار وبعد أن صدر قانون الأحزاب وبعد أن هيئنا كل الأجواء لصدور صحافة الأحزاب يقولون بهذا الزعم والتشويش بعد أن أسقطت صورة 15 مايو كل هيات لحكم الفرض الواحد في كل المواقع السياسية والتنفيذية ولكن هم يقولون لأنهم لا يعلمون ولا يريدون لغيرهم أن يعمل لقد تخلفوا بالفكر والجمود عن حركة التقد وتقوقع بالحقد والمرارة في عزة كاملة عن نبض الجماهير الجماهير التي تبني الديمقراطية بطموح المزيد من الديمقراطية حيث الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب لقد مضت دوراتكم الأولى بجهد ملحو في مجالات التشريع والتنمية والرقابة الشعبية وإنني أراها باقتناع كامل خطوة مزدهرة ونحن نؤسس البناء ونحن ننمي البناء بالتخطيط العلم المتطلع إلى مجتمع سنة 2000 وقد هيعت لنا سياسة الانفتاح أن نستعين بكل الخبراء وأن نستلهم الخط الصحيح من كل التجارب التي سبقتنا في مضمار التقدم التكنولوجي المذهل الذي يحكم عالم اليوم بسلطان العلم والحساب الدقيق ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن جماهيرنا قد تفهمت هذه الحقائق العصري وأحبطت بوعيها بمصالحها كل ما أثرته الأصوات المتحجرة أو الجامدة أو تلك التي تريد لنا أن نختنق في إسار الأسطار الحديدية لكي نعود إلى مذلة التبعية وهواني الإرادة المسلوبة واشتراكية توزيع الفقر ولكن الجماهير تطالبكم بالشيء الكثير إن آلام الجماهير ألح عليها من آمال الانتظار الطويل وتطلع الجماهير إلى الحلول السريعة لمتاعبها اليومية يشجب في يقينها أي تكاثل أو تهاون في مواجهة المشكلات التي تستوعبها الحلول الذاتية وإرادة العمل ويقظة الضمير إن ثقة الجماهير في من يمثلها تحت هذه القبة تعطيها الحق كل الحق أن ترى هذا المجلس بلجان خلية ثورية متكاملة من العمل المتصل للإنجاز السريع والمواجهات المتوثبة لكل أنين يصل إلى بيت الشعب مستخدما قناته الشرعية فهذا أساس ثابت في ديمقراطيته إن من حق كل مواطن أن يصل صوته إلى بيت الشعب ليعبر بملء الثقة هذا بيتي هنا وهذا حقي هنا من أجل هذا فإن أني أتطلع معشا إلى دورة إنجاز كبير لكل التشريعات التي لم يسع في الوقت لإنجازها في الدورة السابق وللتشريعات الجديدة التي يفرضها التخطيط المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل سياسة الإنفتاح والإنجاز الكبير يتطلب مشاركة جماعية متكاملة ملتزمة بمبادئ التطور الذي يطالبنا في كل ما نشرعه بعدالة توزيع الأعباد فالارتداد إلى مجتمع القلة والقم ولا نقوص عن تكريم عرق كل من يبذل عرقا على أرضنا عرق الكادحين وعرق القادرين عرق العائلة المصرية بكل أبناء وتكريم عرق الكادح هو التخفيف عن أعباء وتكريم عرق القادر هو بتحمله القدر الواجب من أعباء الوطن ما دمنا قد حررنا الإنتاج الوطني من القيود المعوقة وما دمنا قد أمننا كل نشاط من أي انتفاض مباغي بمصادرة أو تأمين حتى يثمر مجتمع كل المنتج أيها الإخوة والأخوات يبقى أن أضع أمامكم ومن خلالكم إلى الشعب الموقف الخارجي كما هو الياب تعلمون أنني منذ تحملت الأمانة التي عهد بها الشعب إلي بكل إيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ثقة بالنفس وأمل في المستقبل أقول أليت على نفسي أن أكرس كل فكري وعملي للقضية الوطنية والقومية فليس أعز على النفس من تحرير تراب الوطن واسترداد حقوق شعب شكيط وضعته الأقدار معنا ووضعتنا معه في وحدةٍ مصيريةٍ لنفصامها وقد كان ولا يزال قدر مصر دائماً أن تتحمل العبء الأكبر في أي مواجهة بين الأمة العربية وأعداء والطامعين فيها وتلك ضريبةٌ يتقبلها الشعب المصري بكل رضاً وقناعة لا استسلاماً للمقادير وإنما اختياراً إرادياً لطريق الكفاح عن إدراكٍ تام لتبعاته الجسام ومخاطره التي لا حد لها والتضحيات التي يتطلبها بالروح والدم والقول وبحكم الوعي التاريخي الذي ترسب في أعماق شعب مصر على مر الزمن والرصيد الحضاري الهائي الذي يستند إليه في كل خطوة يخطوها فقد احتفظ شعبنا على الدوام وتحت أقصى الظروف بالقدرة الفائقة على وضوح الرؤية وتحديد الهدى والتفرق بين ما هو أساسي مبدأي في مسيرة النضال الوطني وما هو هامشي عارض لا يمس جوهر القضية وسرعان ما تتجاوزه الأحداث فيسقط في زوايا النسيان من هنا كان إصرار شعبنا على العمل بكل ما أوتي من قوة من أجل تحقيق الهدف القومي الذي يسمو فوق كل هدف ويعلو على كل غاية ويرتفع إلى مصاف الفرائض الديني لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالجهاد ما استطعنا إليه سبيلاً من أجل الحفاظ على مقدسات الأمة والذوء عن كرامتها وشرفها وردع العدوان الواقعي على أبنائه والمباهد المؤمن حقاً هو من يحتفظ بالقدرة على مواصلة الجهاد إن حرباً أو سلماً ويضع هدفه واضحاً نصب عينيه ثم يمضي نحوه بأقدام راسخة وهو عالمٌ تماماً بالظروف المحيطة به قادرٌ على التمييز الواعي بين الخط الاستراتيجي الثابت والحركة التكتيكية المرح ثم إن الثور الأصيل لا يمكن أن ينطلق في نضاله من تجاهل الواقع أو التعامع وإنما يبدأ من رؤيةٍ صادقةٍ للواقع وتصميمٍ أكيد على تغييره بما يتفق مع معتقداته ومبادئه ومصالحه العلم لذلك فقد كانت أمتنا صادقةً كل الصدق حين خاضت المعركة المجيدة منذ أربعة أعوامٍ خلت ثم إنها كانت ولا تزال أمينةً في دعوتها للسلام مخلصةً في رغبتها في إحلاله في ربوع المنطقة لأن هدفنا في النهاية هو أن يعيش كلٌّ في وطنه وداخل حدوده آمناً على نفسه وماله ومقدساته قادراً على الإسهام بسخاء في تقدم البشرية وتوجيه كافة طاقاته إلى تحدي التنمية والتقدم وتذكرون أنني لم أتردد في مواجهة إسرائيل بتحدي السلام وحرمانها من سلاحٍ كثيراً ما شهرته في وجهنا في المحافل الدولية وحققت به على حسابنا كثيراً من المكاسب بغير حق إذ ارتدت قناعاً زائف واختلست لنفسها على الصعيد الدولي صورة الدعي للسلام المنادي بنفس الحرب والعنف والدمار وكانت دعوتي للسلام سابقةً للحرب ثم مصاحبةً وتاليةً لها فقد طرح من فوق هذا المن مبادرة في الرابع من فبراير سنة واحد وسبعين دعوت فيها إسرائيل للقيام بانسحاب جزئي على الشاطئ الشرقي للقناة كمرحلة أولى على طريق جدوى الزمن يتم وضعه بعد ذلك لتنفيذ باقي بنود القرار بحرمتين اتنين واربعين وبالمقابل قلت أننا على استعداد عندئذ للبدء في تطهير مجرى قناة السويس وإعادة فتحها للملاحة الدولية خدمةً للاقتصاد العالمي وعندما كنا في أوج انتصارنا العسكري الخالي توجهت إلى العالم مرةً أخرى من فوق هذا المنبر بمبادرة في السادس عشر من أكتوبر تلاتة وسبعين دعوت فيها إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في ظل الأمم المتحدة يشترك فيه ممثل شعب فلسطين البطل باعتباره يشترك فيه ممثل شعب فلسطين البطل باعتباره طرفًا أساسيًا في القضي وكانت تلك المبادرة في الواقع هي الشرارة الأولى التي تولد عنها مؤتمر جنيه عندئذ وضعت إسرائيل لأول مرة منذ قيامها أمام خيار لا تستطيع الإفلات منه أو التلعب فيه ولا تستطيع المضي في خداع الرأي العام بدعوة أنها راغبة في السلام ولكن العرب هم الرفضون اسمحوا لي أن أتوقف هنا لحظة لكي أتحدث إليكم وإلى شعبنا وأمتنا عن آخر التطورات المتعلقة بالمؤتمر باعتبار أنه مطروح في الساحتين العربية والدولية ليس كهدف في حد ذاته وإنما كوسيلة يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الهدف إذا نحن استطعنا أن نستثمر عناصر القوة لدينا حتى نضع إسرائيل أمام خيار قاطع بين سلام قائم على العدل والشرعية أو مواجهة لا يعلم أحد مداها أو الآثار التي يمكن أن تترتب عليها فهي مواجهة سوف تسخر لها الأمة العربية كل طاقاتها المادية والمعنى وتعرفون جيداً سجل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة بهدف عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن وبالتحديد قبل نهاية هذا العام بشر أن يسبق انعقاده الإعداد له إعداداً جدياً يبشر بتحقيق الهدف من انعقاده هذا الإعداد يوصلنا إلى التوصل إلى تسويةٍ سلميةٍ عادلةٍ وشاملة خلال فترةٍ زمنيةٍ معقولة ويحول دون تحول المؤتمر إلى منصة للخطابة أو ساحة للمبارزة الكلامية وتبادل الاتهامات وتسجيل المواقف بقصد الدعاء ومن الانصع أن أقول أن الولايات المتحدة قامت بجانبٍ كبيرٍ من هذه الجهود وأن الرئيس وأن الرئيس كارت كرس جزءاً كبيراً من وقته واهتمامه للمشكلة وأعطاها أولوية متقدمة على كثيرٍ من المشاكل التي تواجهه في الداخل والخار وتلك ظاهرة نسجلها له بكثيرٍ من التقدير لأنها تعكس رؤيةً ثاقبةً لطبيعة الصراع وأبعاده الإقليمية والدولية والآثار التي يمكن أن تنجم عن استمراره في جميع أنحاء العالم وفضلًا عن ذلك المسؤولية الخاصة التي تتحملها الولايات المتحدة في هذا الصراع بالذات بالنظر إلى ما قدمته وتقدمه لإسرائيل من دعمٍ عسكري وسياسي واقتصادي وديبلوماسي ولعل أبرز إنجازات الرئيس كارتر في هذا الصدد هو انفتاحه على قضية الشعب الفلسطين تلك التي استطاعت إسرائيل بدعايتها الكاذبة وسطوتها المعروف داخل المجتمع الأمريكي أن تطمسها وأن تشوه ملامحها مدةً تجاوزت ربع القار فإذا بالرئيس كارتر يتمكن خلال شهورٍ معدودة من رفع الغشاوة عن أعين الشعب الأمريكي ووضع القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح سواء في بعدها السياسة الذي يتعلق بحق شعب فلسطين في تقرير مصير وإقامة دولته على أرضه وفي وطنه أو في بعدها الإنساني الخاص برفع الظلم الذي حاق بأكثر من مليون فلسطيني فرض عليه قسراً وعن أن يعيشوا في التي خارج أرضهم وديعه وربما كان الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية كما يبلوره ويعبر عنه الرئيس كارتر في حاجةٍ إلى مزيدٍ من التطور والتنقية من الشوائب التي لازلت عالقةً به من وجهة نظرنا نعم ولكن الحقيقة تظل أن هذا الموقف هو أول محاولةٍ جدي لتصحيح مصار السياسة الأمريكية وإرسائها على مبادئ واضحة بحيث يسهل فهمها والتعامل معها والتنبؤ بالمصار الذي ستأخذه في المستقبل ونحن جميعاً نعلم أن الولايات المتحدة تقدمت في 29 سبتمبر الماضي بعد اتصالات مكثفة بالأطراف بدأت في المنطقة في فبراير الماضي وانتهت في واشنطن في الأسبوع الأخير من سبتمبر بورقة عمل موجزة تعالج الجوانب الإجرائية المتعلقة باستئناف مؤتمر جنيف بما يتيح اشتراك الممثلين الشرعيين لشعب فلسطين في المؤتمر أسوة بباقي الأطراف وبهذا المعنى كانت الورقة أول تقنين رسمي للاتجاهات الأمريكية الجديدة نحو الخضية الفلسطينية في الخامس من أكتوبر عادت الولايات المتحدة فصاغت ورقة جديدة تحت تأثير حملة إسرائيلية محموم ألقت فيها إسرائيل بجميع أسلحتها المرئية والخفية على المسرح الأمريكي واستعرضت عضلتها بغير حياء أو معرب ضد الرئيس كارتب وأعوانه بقاصة إجبرهم على الارتداد إلى موقف التأييد المطلع لإسرائيل أخطأت أم أصابت كما فعل جونسن وعدم السير خطوة واحدة أبعد من الموقف الإسرائيل كان طبيعيا في ظل هذه الظروف أن تكون لنا ملاحظاتنا وتحفظاتنا على ورقة هذا شأن ومن ثم فلم نتردد عندما أبلغنا بها في الرابع عشر من أكتوبر لم نتردد في وضع ملاحظاتنا ومآخذنا عليها أمام الجانب الأمريكي بكل صراحة وأمانة وبكل ولاء للهدف القومي الذي لا نحيد عنه قيد أم له ووفاء لأبناء هذه الأمة وأرواح شهدائها الأبراء في هذه الأثناء صدر بيان سوفيتي أمريكي مشترك في مطلع شهر أكتوبر تعرض للجوانب الموضوعية للتسوية السلمي ونحن بطبيعة الحال لا ننظر إلى هذه البيانات كأنها تنزيل من العزيز الحكيم وإنما نضعها في إطارها الصحيح إعلانا عن النقطة التي التقت حولها آراء ومصالح الدولتين الأعظم التي تحتلان مكانة خاصة على الصعيد العالمي بحكم نفوذهم السياسي والاقتصادي والعسكري ولكنهم لا تستطيعان في الربع الأخير من القرن العشرين إملاء إرادتهما على أحد ثم إننا على أي حال نعتبر من الظواهر الإيجابي أن توجه الدولتان الأعظم اهتمامهم إلى مشكلة الشرق الأوسط باعتبارها مشكلة ملحة وعاجلة يجب إعطاؤها أولوية قصوى على كل معادة نتيجة لكل هذه الاتصالات والخطوات أصبح الطريق أمام مؤتمر جينيف مفتوحا على أسس جديدة تختلف بالضرورة عن التصورات الإسرائيلية وأصبح لدينا ما يدعونا إلى الاطمئنان إلى توفر أهم العناق التي لا غنى عنه لصحة عقاد المؤتمر وسلامة لاتجاه الذي يأخذه وأشير بالذات إلى نقطتين أساسيتين الأولى تمثيل الشعب الفلسطين تمثيلاً حر وحقيقياً لا دخل لإسرائيل به ولا يد لها فيه والثانية بحث القضية الفلسطينية بشقية السياسي والإنساني في الإطار السليم بعيداً عن ضباب الغموض والتجهيد وإذا كان الطريق إلى المؤتمر قد أصبح مفتوحاً إلى حدٍ كبير فإنه يبقى عليه أن نعد له إعداداً كافياً وبكل جدية وبكل شعورٍ بالمسؤولية لا باعتباره نهاية المطاع فما هو بذل وإنما على أساس أنه فرصة تاريخية سانحة لإجبار إسرائيل على التخلي عن الأرض المحتلة وعن أحلام التوسع وعن الوقوف في وجه حق الشعب الفلسطيني في الحياة عزيزاً كريماً في وطنه كسائر الأمم والشعوب أو الكشف عن وجهها الحقيقي على مشهدٍ ومسمع من العالم ويهمني ونحن نقترب من تلك المرحلة الدقيق أن أضع أمامكم وأمام الأمة العربية الخطوط العريضة التي نهتدي بها في تحرق أولاً أننا لا نخشى على الإطلاع أي صورةٍ من صور المواجهة مع إسرائيل فقد وضعناها في حجمها الصحيح دون مبالغة ترفعها إلى مصاف القوة الجبارة القادرة على أن تقول للشيء أو استهانةً ساذجة تجعلنا نظن أنها كيانٌ هزيلٌ لا حول له ولا قول وإنما انكمشت إسرائيل بعد حرب رمضان المجيل إلى حجمها الطبيع فأصبحنا نراها كياناً يمكن وقفه عند حده وردع عدوان ومهما أوتيت إسرائيل من قوةٍ وسطوة فيما وراء حدوده ومهما كانت الشبكات التي تعمل لحسابها وتأتمر بأمرها على المسرح الدولي فلدينا نحن من عناصر القوة ما يفوق كل ما تستطيع إسرائيل أن تعبئه في أي مواجه كما أن لدينا من الرصيد الحضاري والنضال ما يمكننا من الصمود عسكرياً وسياسياً ونفسياً ولدينا من الدراية بالخص وأساليب ما يضمن لنا التغلب عليه في أي مجال ثم إن لدينا قبل هذا وذاك إرادتنا الحرة القادرة على حماية مصالحنا والتمييز بين ما يمكن أن نقبله وما يجب أن نرفضه نحن نقبل ما نقبل ونرفض ما نرفض من واقع رؤيتنا للهدف وإصرارنا على بلوغ لا تحت ضغط الخوف أو فقدان الثقة أو عدم اليقين كل هذا ولّى في معركة أكتوبر الخالدة ثم إننا في هذا الموقع أو ذاك لا نستلهم سوى قيمنا الخالدة وتراثنا العريق وعزة وطننا الكبير ثاني إننا في كل تحرّكنا نحرص على أن نوفر للأمة العربية أقوى وأمضى أسلحتها وهو التضامن العربي الحقيقي ذلك الذي هو تعبيرٌ عن الإيمان بوحدة الهدى والمصير وبوحدة المصلحة والخط الاستراتيجي وإن اختلفت الاجتهادات والدروب التي يراها كلٌّ منا مؤديةً إلى الهدى وليس سرًا أنني حرصت على إقامة التضامن العرب والحفاظ عليه منذ اليوم الأول الذي كلّفني فيه الشعب بتحمّل المسؤولية وحين كان هناك من يشكّكون أو يتشكّكون في إمكان قيام التضامن في عالم الحقيقة والواقع وكان هناك من يسرّون على تصنيف أمتنا ما شاء لهم الخيال أن يصنّفوا ويتفنّنوا في إيجاد عوامل التفرقة وأسس الخلاف هذا تقدّمي وهذا ردعي وهذا ملكي وهذا جمهوري كان هناك إصرار تام من جانبي على رفض كل هذه الدعاوي ولازم وكان هناك إصرار تام أيضًا ولا يزال من جانبي على إزالة الاستقطاع الذي كان قائمًا في العالم العرب وعلى هذا فليس هناك من يحرص على التضامن العربي أكثر من حرصنا عليه ولا من يؤمن بوجوب تنسيق الموقف العربي مثلما نؤمن به ونجاهد في سبيل في هذا المجال يسعدني أيها الإخوة والأخوات أن أقول لكم أنني في جولتي التي زرت فيها رومانيا وإيران والمملكة العربية السعودية كان هدفي أيضًا هو التنسيق ولقد استقبلت ونسعد جميعًا بمشاركة أخٍ عزيز وصديق نضالٍ رائع هو الأخ ياسر عرفات المملكة العربية السعودية كان هناك تنسيقٌ كامل مع الأخ ياسر عرفات قائد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين كان هناك أيضًا تنسيق واستمرت لقاءنا أيضًا في هذا اليوم وقبل أن آتي إليكم مباشرةً اتصل بي أخي حافظ الأسد تليفوني وقد اتفقنا على أن أزوره إن شاء الله بعد أن أنجز بعض الأعمال الملحة لكي نتدارس أيضًا أمر التنسيق والالتزام العربي في أروع صوره وأشكاله لا شك أننا قرأنا جميعًا بكل الأسى والإشفاق ما يجري اليوم بين الجزائر والمغرب والجزائر والمغرب شعبين شقيقين وكما قلت لكم كان دائمًا هدفي منذ أن تسلمت المسؤولية بإرادة هذا الشعب أن أعمل على التضامن العربي في كل صوره في المشكلة الماضية حينما كانت المواجهة أمراً يكاد يكون حتميًا بين المغرب والجزائر كما تعلمون أوفد نائب الرئيس حسني مبارك حيث قام بجهدٍ مشكورٍ ورائع أمكننا بفضله أن نوقف أو أن نتجنب هذه المواجهة بين شعبين شقيقين لنا حارب معركتنا معه اليوم لا شك كما قلت أننا جميعًا قرأنا بأسف ما استجد بين الشعبين ولذلك فإنني أخطركم جريًا أيضًا على السياسة التي أخذت نفسي بها وهو إقامة أصلب وأروع تضامن عربي مهما كانت الخلافات أقول لكم أنني سأوفد إن شاء الله باكر نائب رئيس الجمهورية لكي يقوم عنكم وعن مصر بالعمل بين المغرب والجزائر لكي نتفادى أي مضاعفات للتضامن يقول في الساحة العربية اليوم أمر آخر هو عقد مؤتمر قمة وكما قلت لكم إن مصر لا تمانع أبداً بل ترحب باللقاء العربي وبالتضامن العربي وبالإخوة العربي ولكن أخشى أن يكون هذا اللقاء في هذا الوقت سابقاً لأواني بمعنى أننا اتفقنا في آخر مؤتمر قمة عربي في الرباط ثم كان المؤتمر الذي عقد في القاهرة على استراتيجية عربية سابتة تعبر عن مبدأين؟ المبدأ الأول هو الأرض العربية المحتلة بعد عام سبع وستين والأمر الثاني هو عدم المساومة على حق شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطين أخشى إذا ما تدعى البعض إلى عقد بؤتمر قمة أن لا يكون هناك جديد لأننا كما حكيت لكم الآن بصدد الإعداد لجنيه ولم يحدث شيء جديد والتزمنا بالاستراتيجية العربية قائمة ولكن على كل الأحوال إذا ما أراد الإخوة العرب عقد هذا المؤتمر فمصر أبداً لا تمانع بل إن مصر تعتز دائماً بأن أول مؤتمر قمة عربي كان على أرضها وأن الجامعة العربية على أرضها وأنها حاضرة في كل زمان ومكان من أجل التضامن العربي ومن أجل الأخوة العربية إذا كان التضامن العربي ضرورياً لازم بين جميع أبناء الأمة العربية فإنه فريضة أشد ضرورة فيما بين من يتحملون مسؤولية مباشرة في المواجهة مع إسرائيل ولذلك فإننا لا نتدخل جهداً في سبيل التنسيق مع شركائنا في خط الموجه ونتبادل معهم الرأي والمشورة في كل ما يؤثر على القضية إيجاباً أو سلباً وسوف يظل هذا خطنا على الدوام حكيت لكم عن لقائي بالأخ ياسر عرفات الذي نسعد بوجوده معنا اليوم والحديث التليفوني الذي جرى بيني وبين الرئيس حافظ الأسد اليوم ثم منذ يومين لقائي بالأخ الملك حسين هنا أيضاً للتنسيق العمل على توحيد الموقف العربي وخاصة وقد اتفقنا على أن يكون ذهبنا إلى جنيف في وفد عربي موحد يستلزم أن ننسق جميعاً خطواته ثالثاً إننا في كل تحرك نقوم به وكل خطوة نخطوها يجب أن نركز على الجوحة ولا ننصرف عنه إلى الاهتمام بالشكل أو التحجر في القوالب الجامدة التي لا تمس صلب القضية ولا تؤثر على محصلة النزاع وإذا كان التاريخ خير معلم فإن صفحاته تنبئنا بأن الثوريين الحقيقيين هم الذين يحددون الهدف أمامهم واضحاً واسعون إليه مهما كلفهم ذلك من تضحيات دون أن يتوقفوا أمام الشكل أو يحولوا أنظارهم عن جوهر القضية التي يكفحون من أجلها إلى الأشكال والقوالب والصيغ التي لا تتصل بالموضوع وتتحقق هذه الظهرة بذرجة أكبر كلما كانت القضية عادلة لأن أصحاب مثل هذه القضية يكونوا من صالح أن لا يتوقفوا عند الشكل أو أن يضيعوا وقتهم وجهدهم في مناقشات عقيمة حوله ولذلك فقد ألينا على أنفسنا أن لا نتوقف أكثر مما ينبغي عند الأمور المتصلة بالإجراءات والشكل وأن نفوت على إسرائيل غرضها ونرفض أن نلعب لعبته بل أن نفرض عليها مواجهة شاملة تنفذ على الفور إلى صميم الموضوع ولبه بحيث لا ينضي وقت إلا وقد توغل البحث في أساس النزاع ومصدر أسرع الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية إهدار حقوق شعب فلسطين كل هذا يجب أن ننفذ إليه بلا هوات عندئذ لن يستطيع أحد أن يطلب إلينا أو أن يفرض علينا ما لا نراه محققا لهدفنا كاملا لأننا في تحديد هذا الهدف لم نكن مغالين أو متجنين بل إننا التزمنا فيه بشهادة الجميع بالشرعية الدولية وحكم القانون ومرتضته جماعة الدول المتمدينة مدينة فيصل بين الحق والباطل والصواب والخطر وهنا أقف وقفة بسيطة لكي أقول حكيت لكم عن ما أرسلته أمريكا الورقة الأولى ثم الورقة الثانية ومن جانب إسرائيل نلاحظ أن بيتلقوا هذه الأمور بنوع من العصبية والهيستيري لماذا؟ لأننا نقلنا فعلا كل عوامل التمذج وكل ما كنا نعانيه قبل معركة اكتوبر نقلنا بعد معركة اكتوبر إلى إسرائيل لدرجة كنت أتحدث إلى بعض الصحفيين في الطائرة في عودتي من الرحلة الاختابة وأحكي وكنت أحكي لهم عن تاريخ خطوات لعقد مؤتمر جنيف من ضمن هذه الخطوات أنه لما كان فانس يزورنا هنا في الصيف الماضي اقترحت تكوين لجنة عمل حكيت هذا الأمر أنه اقترحت وقت الصيف بعد ذلك سافر فانس ورجع ولم يكن هذا اقتراح أتقدم به على الإطلاق أنا أبداً ولكن وأن الصحفيين فهموا أن ده يمكن يكون اقتراح آموا خرجوا به إسرائيل في الحال الهيستيرية والعصبية ومجلس الوزراء الإسرائيلي يكتمع ويدرس اقتراح السادات وبعدين بعد ساعات طلع لهم أنه مفيش اقتراح ولا حال إطلاقاً ده أنا بحكي تاريخ قديم بقاله ستة شكور ومفيش اقتراحات جديدة بتوري نوع من العصبية لدى الإسرائيلي أنا حكيت هنا كان هنري كيسينجر ونحن نتفاوض عن فضل اشتباك الثاني في سبتمبر 75 يسافر من تل قبيب إلى اسكندرية حيث كنت موجود وبيلتقي بي عشان تغيير كلمة أو شكلة أو حرف أو جملة لدرجة أنه في مرة من هذه المرات قلت له شيء عجيب يعني هذا الكلام لا يساوي تمن الوقود اللي انت بتستهلكه من تل قبيب إلى اسكندرية لكن هذا هو شأن الإسرائيلية هو شأنهم سمعتون الآن بقول نحن لا نحفل أبداً بكل الأساليب الإجرائي وأقولها صريحة أمامكم لشعبنا وللأمة العربية وللعالم أكبر نحن مستعدون للذهاء إلى جنيف والجلوس من أجل قضية السلام بغض النظر عن كل تلك الدعاوي الإجرائية التي تتمسح بها إسرائيل وتريد أن تضيع علينا الفرصة أو أن تسير أعصابنا لكي نقول كما كنا نقول في الماضي لا لا نريد ولا نذهب وتخرج هي إلى العالم بأنها دعاية السلام قابل أي عملية إجرائية أنا موافق عليه ليه؟ في النهاية في النهاية لما نروح جنيف عندما نذهب إلى جنيف لن تستطيع إسرائيل أن تمنعني من أن أتمسك بالأرض المحتلة بعد سبعة وستين الأرض العربية لن تستطيع إسرائيل ولا أي قوة أن تمنعني أن أطالف بالحقوق المشروع وحق تقرير المصير وحق الفلسطينيين في إقامة دولته هذا هذا هو ما تريد إسرائيل أن تتجنبوا بمحاول اللعب عن طريق عملية الإجراءات بزيادة كلم أو نقص كلم أو إعلان يصدر عن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي وبيحاولوا به أن يسير الأمة العربية كما كانوا يفعلوا في الماضي فتنهار الأعصاب والبعض تصيب التشنجات ونخرج ونقول لا نريد أن نذهب إلى جنيه لا أنا أمامكم وأمام شعبنا وأمام الأمة العربية لا تهمني العمليات الإجرائية على الإطلاق فلتكن الإجراءات وليكن انفعال وهستيرية إسرائيل ما تكون أنا زاهب إلى جنيه وكما قلت لن تستطيع لا إسرائيل ولا قوى العالم مجتمع أن تسنيني عما أريد الأرض العربية في سبع وستين قوق شعب فلسطين وحقه في قيام دولته قدامت هذه هي قناعاتي الذي يخشى جنيف هي إسرائيل لا يجب أن يخشى جنيف أي عربي أبدا ليه؟ لأنه إحنا صدرنا زي ما قلت لكم كما قلت صدرنا التمزق صدرنا الخوف صدرنا الانهزامية صدرنا الشك والريبة كل اللي كنا بنعيشه صدرنا إلى المجتمع الإسرائيلي ففيما نعيد لنفسنا الثاني ليه؟ أبداً أنا جاهز أذهب إلى جنيف بل لا أخفيكم وأنتم ممثل الشعب وعلى ما اسمع من شعبنا وعلى ما اسمع من أمتنا العربي سمعتموني أقول أنني مستعدة أن أسافر إلى آخر هذا العال إذا كان في هذا ما يحمي أن يجرح مش أن يقتل أن يجرح عسكري أو ضابط من أولاده أنا أقول فعلاً مستعدة أن أذهب إلى آخر هذا العالم وستدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعدة أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة الزاك ومنقشتهم أحمد الله يا لك الله أكبر يا لك الله أكبر يا لك الله أكبر لك الله أكبر ونحن أصحاب القرار ولا قرار إلا بإذن الشعب والشعب يريدنا أن نتجه إلى الأمان لكي نعوض ما فات وما فاتنا كثير شعب يريدنا أن نعمل بأكثر مما نتكلم الشعب يريدنا أن نعطي كل العرق لبناء الغد الجديد فلا فائدة من تنابذ على ماض ذهب وولى أو بكاء وتباك على أنقاض تراكمت وزحمت الطريق فإن إرادة العمل قادرة دائما على تعبيد الطريق قادرة دائما وبعرق الإنسان على تحويل الأنقاض إلى مساحات بناء وعمران إن التأثير الإيجابي على الحياة اليومية للجماهير تيسيرا لحقها في الخدمات وتوفيرا لحقها في عائد عادل لجهدها هو الكلمة الوحيدة التي تقبل الجماهير سماعها لأنها ترجمة للكلمة بالعمل والعمل المنتج الملموس هو وحده البذرة الصالحة لنمو الأمل الصادق في صدور الجماهير والأمل الصادق ليس صيحات زيف وخداء أو شعارات تبرير وتخدير الأمل الصادق هو حلم الثائر يريد له الثائر أن يتحقق وهو المنار المشرق لخطى العمل أحمد الله فالمستقبل كله أمل سمعتم عن رحلتي التي سأقوم فيها بزيارة محافظات من الجمهورية وأريد أن أقرر أمامكم هنا أنني سأحرص على أن أوفر في هذه الرحلة الأرض وسأبدأ بمليون فدان إن شاء الله لكي توزع على أبناء بدأنا والحمد لله مدينة عشر رمضان اليوم تنار ولو أنه يبقى شهرين فقط ويتبدأ فيها العمل ولكن طلع استخرجت المياه ووصلت الكهرباء والنور وبعد شهرين فقط أي قبل نهاية هذا العام يبدأ الذين تملكوا فيها هناك من استلام أراضيهم وبدء البناء مصانع البيوت الجاهزة وصلت التركيز على الطعام كما قلت لكم بكل قوة وبكل تركيز مستمر أعدكم أنه في منتصف العام القادم إن شاء الله ستكون الإنجازات واضحة في هذين المجالين وهم مجال الطعام والإسكان أعدكم أن في رحلاتي المقبلة أن أبني الأمل لكل مواطن في هذا البلد لكي يبني حياته ولكي يتملك من أرضنا الطيبة أرضنا وهي أن بل ما في مصر لكي يتملك جزء من هذه الأرض فيحس دائما بالانتماء في كل النوع أتابع برغم كل ما أقرأه أتابع الإنجاز اللي بيتم بواسطة الحكومة في كل المرافق التي إهملت كالتليفونات وغيرها وكيف أنه أحدث ما في العصر الآن بيستخدم لإزالة كل هذه المعوقات المسألة كلها أنه في وقت قصير على الحكومة أن تقوم بأعمال لا يتصورها العقل ومع ذلك أحمد الله من متابعتي وقد طلبت أن تطلعوا أنتم ويطلع الشعب على كل هذه الخطوات حتى نعرف أننا بحمد الله نسير في الطريق السليم وأن الأمل مشرق أننا بسبيل أن نجتاز عنق الزباق التي نحن فيها الآن وبمجيء سنة الثمانين إن شاء الله نبدأ مرحلة الانطلاق من أجل رخاء كل مواطن ومن أجل تحقيق رفاهية كل إنسان على هذه الأرض كلمتي إليك ونحن على مشارك دورة عمل جديدة زراعوا الأمل افتحوا طاقات النور تردوا الأحقاد صانعة الشر والشرور بشروا بالعمل بشروا بالإيمان بشروا بالحب بالعمل وبالإيمان والحب نصنع الحير ونبني أمجاد الحياة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الواقع سلام عليكم